موسيقى هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس مرحبا بكم متابعي برنامج عليكم العافي في حلقة جديدة هذا الأسبوع نناقش فيها رعاية وتأهيل ضحايا التعذيب إذن يصادف يوم 26 حزيران اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا الاعتقال والتعذيب في كل أنحاء الكرة الأرضية خصص هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة وجرى بعدها عدة بروتوكولات لرعاية وتأهيل هؤلاء ومرورا ببروتوكول إسطنبول ضيفنا في هذه الحلقة طبيب نفسي الدكتور وسام حمزي محاسني اختصاصي في الأمراض النفسين وناقشه أكثر في هذا الموضوع دكتور وسام سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله دكتور أيمن إلى كل جميع المشاهدين والمستنعين دكتور وسام دعنا نبدأ في تأهيل ورعاية الضحايا التعذيب خصص يوم 26 حزيران للتضامن العالمي مع هؤلاء دعنا من التضامن لننتقل إلى الإجراءات الفعلية على الأرض كيف يتم ذلك؟ الواقع دكتور أيمن مثل ما ذكرت يصادف 26 حزيران اليوم العالمي للتعاون والتضامن مع الأسرة ومع حالات التعذيب هذه الأمور كلها مرت بعدة بروتوكولات على رأسها بروتوكول مينيسوتا تم تطوير آخر بروتوكول اللي هو إستامبول بروتوكول إستامبول اللي تم دراسته ووضعه عام 1999 من قبل الـ UNHCR وهالعمل كان ثمرة ثلاث سنوات من التحليل والبحث والصياغة وهذا كان بشكل احترافي على يد خبراء من القانون والصحة وحقوق الإنسان وشارك فيه مجموعة من الأخصائيين سواء طب شرعي أو أطباء من تخصصات مختلفة أو أطباء نفسيين أو عاملين في مجال الصحة النفسية أو محامين أو مراقبين لحقوق الإنسان تمام تمام دكتور فكرة هذه الحلقة أتت من أنت حاطت على صفحتك الشخصية أنه كنت في زيارة لأحدى الدول الأوروبية وأعتقد كان التركيز على بروتوكول إسطنبول فلماذا يكتسب هذا البروتوكول الأهمي أكثر من غيره إن كنت طبعا صحيح في اعتقادي في زيارتي لفيينة بدعوة من الجامعة الطبية في النمسا الواقع نحن كان الشرف إلنا أنه اتدربنا تي أو تي على بروتوكول إسطنبول حتى نعمل أنت تعرف أنه في جميع دول العالم هذا البروتوكول دكتور تقصد توثيق للعمليات أنت تحدث مصطلح في الإنجليزية حتى يفهم المشاهد نعم 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 أنت خضعت لدورة تدريب متدربين لتوثيق الانتهاكات صحيح علامة صحيح تدريب مدربين تمام تدريب مدربين تمام للقاسية والمهنية اللا إنسانية اللي يتعرض لها الناس على المستوى العالمي وهلأ ليش بهننا طبعا نحن في المجال العربي وذلك بسبب الأحداث اللي صارت في عدد كبير من البلدان العربية ونستطيع أن نخصص الحالة السورية اللي كانت إلها الجزء الأكبر من التركيز من خلال التي أو تي اللي هو تدريب المدربين على الاي بي اللي هو استنبول البروتوكول نعم دكتور بعد ما ندرب المدربين يعني الآن ماذا سيفعل المدربون على أرض الواقعي يعني هل البروتوكول استنبولي ينظم عملهم هل هو يحصل على اعتراف هل لو قدمنا التقارير إلى هذه الجهات سنحصل منها على فائدة تخص الناس بالضبط لماذا يعني ما هدف كل هذا الموضوع البروتوكول استنبول من الناحية العملية مطبقة في كثير من البلدان أما بالنسبة لتدريب العاملين سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الفيزيائية بقصود الأطباء من تخصصات نفسية أو من الناحية النفسية سواء الأطباء النفسيين والعاملين في الصحة النفسية يعني بمعنى آخر كيف بينعد تقرير كامل مهني من الناحية قانونية فيزيائية جسدية نفسية الآن هذا التقرير يقدم إلى السلطات المختصة ولكن ذكرت أنت موضوع هل يتم الاعتراف به؟ الواقع قد يعترف به وقد لا يعترف به طيب إذن دكتور ما الفائدة التي نجنيها من البروتوكول استنبول؟ هل فائدة تنظيمية فقط لعملنا؟ أبدا هناك عدد من البلدان تطبق هذا البروتوكول ويتم الاستفادة من التقارير التي يتم تقديمها يعني بمعنى آخر إذا نحن هلأ ما استفدنا من التقارير التي يتم تقديمها قد يأتي وقت ولابد أن يأتي وقت حتى يتم الاستفادة من هذه التقارير طبعا دكتور عمل البروتوكول استنبول يوسق الانتهاكات لكل الأطراف على كل الناس لا يخص طرف معين صحيح صحيح يعني بمعنى آخر إذا كان في عنا أطراف النزاع المسلح جميع الأطراف معنية في توثيق الانتهاكات والتعذيب والمعاملة القاسية سواء كانت فيزيائية أو نفسية أو حتى لفظية بدنا نوثقها من أي طرف مشترك في هذا النزاع المسلح طيب دكتور لنفرض جدلا أنه أنا حضرت عندك تدريب وأصبحت متدرب لديك في هذا البرنامج وأريد أن أطبق على أرض الواقع أريد على عجالي الخطوات التي يجب أن أقوم بها مع الضحية الآن أي متدرب على بروتوكول استنبول أول شيء دائما من أكد يجب أن يخضع إلى إشراف يعني بمعنى آخر بده يتم الإشراف عليه وأنه يقدم أربع خمس حالات حتى نطمن أنه هو فعلاً يستخدم البروتوكول بشكل مهني أكاديمي بعدين كيف أنا رح أحكي طبعاً من ناحية نفسية بحكم أنه أنا طبيب نفسي نعم نعلمه كيف يأخذ القصة النفسية وكيف يتعامل مع هدول المتعرضين للتعذيب بمعنى آخر كيف يستشف أنه هالمعلومات التي يستقلها من هذا الشخص هل هي حقيقية؟ هل هي مبالغ فيها؟ هل هي كاذبة؟ لأنه يمكن أن تتعرض إلى أي حالة من هذه الحالات تمام تمام طيب دكتور هل البروتوكول إسطنبول يخص حالات النزاع المسلح أم يخص حالات أخرى مدنية مثلاً لنفرض تعنيف الأطفال في المنزل من قبل الأب أو زوج الأم أو خالي مرتأب من الأفراد أو تعنيف الرجل لزوجته أو ما شابهه أم أن البروتوكول إسطنبول فقط للحالات الحربية؟ أبداً دكتور أيمن أنا عرفت بالبداية أنه نحن منوثق التعذيب نعم من المعاملة القاسية المهنية اللا إنسانية حتى لو كانت لفظية حتى لو كانت لفظية وعلى أي مستوى من المستويات ولكن عادة هو تبق على الأسرة ومعتقلية الحرب نعم اللي تم اعتقالهم وأسرهم نعم نعم تمام دكتور سنخرج للفاصل بعض الفاصل نريد منك خطوات عملية لكن قبل الخروج للفاصل أريد أن أسأل سؤال أنا ملاحظ أو ربما غيري أيضاً يشترك في هذا الرأي أن حجم التدريبات التي تجري على السوريين العاملين مع السوريين الضحايا تكون بقيمة كبرى لنفرط في تركيا ودول الجوار لكن أقل قيمي في الداخل وربما السوري في الداخل يعاني أكثر فهل توافقنا الرأي أم لا على اعتبارك أنت على احتكاك مع هذه التدريبات وكل هذه الأنشطة؟ أكيد أوافقك الرأي أنه تجرى تدريبات في كثير من البلدان ولكن لازم نركز على داخل سوريا في أي منطقة من المناطق السورية يجب أن يتم التركيز على هذه التدريبات سواء كانت نفسية بجميع التخصصات أو حتى عملية التلثيق التي تحدثنا فيها من قليل معنا تحصة الفرد السوري داخل سوريا هي الأقل من حيث الدعم النفسي بكل أنواعه؟ كلامك صحيح وأنا من خلال اطلاعي بشكل مباشر عن الشيء الموجود في سوريا هناك طبعا خدمات قليلة هناك من يقوم من بعض المنظمات والجمعيات بالخدمات في داخل سوريا بجميع المناطق ولكن ما زالت لا تشكل ولا تصد الفجوة والعبء الموجود بالنسبة للسوريين الموجودين بالداخل تمام دكتور لنذهب إلى الفاصل ونعود إليك أبقى معنا دكتور فاصل متابعنا الأكارم ونتابع الحلقة متابعنا الأكارم هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية كنا قبل فاصل قد تحدثنا أن يوم 26 حزيران خصص اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب تحدثنا ودكتور ويسام أيضا أشار إلى بروتوكول إسطنبول الذي ينظم عملية توسيق هذه الانتهاكات وأهمية هذا البرتوكول لكن دكتور ويسام كما قلنا قبل الفاصل حصة الفرد السوري في الداخل السوري هي أقل من غيره وهنا يجب التركيز فبرأيي الآن إذا كان إنسان محاصر في منطقة لا يستطيع حتى البوح للطبيب النفسي أو المعالج النفسي بما جرى وهذا شيء موجود على أرض الواقع فنحن نريد منك دكتور ويسام عبر البرنامج وعبر الأثير متجاوزين كل الحدود وكل الحواجز العسكرية وغير العسكرية ماذا يتصرف أقل أي شخص قادر على الحديث مع الضحية كيف يتصرف كيف يقدر يعالجه نريد خطوات عملية دكتور على الأرض كيف نعم دكتور أيمن الجلسات الأولى معها الشخص المعتقل أو الأسير أو اللي اتعرض للتعذيب هي جلسات بناء فقة نعم لأنه اللي اتعرض للتعذيب بخاف من البداية أنه يا ترى إذا هو أباح بهالمعلومات هل ستشكل عبء عليه في المستقبل وهون المعالج النفسي لديه حرية الخيار يا إما يتم احترام رأي الضحية يا إما هو يبيح بما تعرض له الأسير حتى نوقف التعذيب الذي تعرض له هذا الأسير أو المعتقل نعم نعم يعني دكتور أنا أقصد الآن لو يسمعنا أحد في مناطق سوريا أو مناطق خارجي خارج سوريا حتى وهو ليس اختصاصي الآن ويريد الاستفادة من مثلا بروتوكول إسطنبول سواء للتوصيق أو للعلاج أيضا ويريد الاستفادة منك يعني شو هي الخطوات العملية اللي لازم يأخذها وبماذا يعني يثير معلوماته يعني هل يفتح بروتوكول إسطنبولي يقرأ ويوسق أم مثلا يراجعك يقول لك أنا كيف ابدأ الخطوات العملية لأن هناك مناطق الآن لا يوجد فيها لا خبير نفسه ولا طبيب نفسه ويوجد ناس تعرضوا لإضطهاد لفترات طويلة ما هي الخطوات العملية الآن أنت التي توجهها لأي خبير أو لأي شخص يريد التعامل مع ضحية كيف نبدأ حتى نكون أكاديميين ومهنيين أي حدا ما تدرب على بروتوكول إسطنبول ما يجوز أنه يعمل ببروتوكول إسطنبول ولكن من باب التثقيف النفسي بإمكانه يفتح على بروتوكول إسطنبول أو أيضا ممكن يفتح على بروتوكول مينيسوتا حتى ياخد تثقيف نفسي عن هالأمور وبالتالي يكون له فكرة عن توثيق الانتهاكات سواء من ناحية قانونية يعني بالنسبة لنا المحامين حتى لو ما أخذوا تدريب بإمكانه يحصل على خبرة حتى الأطباء الفيزيائيين شرعيين من تخصصات أخرى بإمكانهم ياخدوا فكرة عن هالبروتوكولات وحتى النفسيين اللي ما تدربوا على هذه البروتوكولات بإمكانهم أنه ياخدوا فكرة ويسجلوا ملاحظات حتى يجي الوقت الملائم أنهم يتدرب على هذا البروتوكول ومن ثم يبلشوا يدونوا بحيث تكون العملية عملية متكاملة لأن التقرير اللي بده يطلع بده يكون من قبل ناحية قانونية وكمان من ناحية فيزيائية يعني أطباء من تخصصات مختلفة وكذلك من ناحية نفسية سواء أطباء نفسيين أو عاملين في المجال النفسي نعم دكتور عادة البروتوكولات بيكون إلها موقع إنترنت وعلى الموقع يكون في شيء اسمه المجتمع المجتمع هذا البروتوكول أو مدونة يطرح فيها المتسائلون أو المهتمون في هذه الموضوع من كل أسقاع الدنيا أسئلتهم يستفيد من خبراتهم هل هناك شيء من هذا القبيل؟ البروتوكول إسطنبول له موقع نعم يعني للناطقين بالعربية يعني من الأشياء المهمة هو انترجم للعربي تمام عدا عن ذلك مثل ما ذكرت بالجزء الأول من الحلقة أنه البروتوكول كان عام 1999 تمام يعني عمليا صار له عشرين سنة تمام الآن بآخر اجتماع كان عنا بتدريب فيينا الآن يتم العمل على تطوير وتحديث هذا البروتوكول بما يتناسب مع المستجدات اللي صارت على أنحاء العالم تمام طيب دكتور الآن نريد التعامل مع الضحية هل ينصح بأنه نجبرها على الحديث أم لا؟ ما هي الخطوات العملية الآن لمعالجة الضحية على أرض الواقع؟ أبدا لا يمكن أنه نجبر الضحية على الحديث وهي من أساسيات الدعم النفسي الأولي مثل ما ذكرت من بلش ببناء جسور إثفقة أحب أن أشير لشغلة أنه هناك من يكون أسير أو معتقال أو معرض لتعذيب ولكن هو موجود ببلد آخر بحيث أنه يتكلم لغة مختلفة مما يؤدي إلى الاعتماد على المترجمين الآن المترجمين الشفويين محلفين على ذلك ولكن هناك إشكالية كبيرة لأنه قد يكون هذا المترجم من ملة أخرى تختلف عن ملة الشخص الأسير مما يشكل مشكلة بالنسبة لهذا الأسير أو قد يكون هذا المترجم من نفس ملة الأسير مما يؤدي إلى التعاطف وبناء عليه يتم الإدلاء ببعض المعلومات التي تدعم هذا الأسير طبعاً نحن نحكي بعض وهذا طبعاً يشير إلى بروتوكول إستنبول صراحة نعم يعني دكتور تقصد أنه لها ما لازم يكون في وسيط بين الدكتور والضحية الأفضل أنه يكونوا من نفس اللغة لا يفهموا على بعضهم بعيداً عن نقل المعلومة من مريض إلى مترجم ومن مترجم إلى طبيب أكيد يفضل أنه يكونوا من نفس اللغة وأيضاً من نفس الملة ولكن بصراحة لما يتعذر ذلك وفي كثير من الأحيان يتعذر ذلك يتم الاستعانة بالمترجم لا بل أبعد من ذلك يعني بالنسبة للنساء اللي يتعرضن للتعذيب وتحديداً العنف الجنسي والاغتصاب يكون جداً حذرة في حال تواجد مترجم ذكر في هذا المجال نعم طيب دكتور بلينة السقة حكاً للمضحية عن الموضوع تابعوا ما الخطوات اللاحقة في العلاج؟ الخطوات اللاحقة بالعلاج الدراسات بتحكي أنه نسبة كبيرة من الأسرة والمعتقلين بصيبهم شيء اسمه الطراب الشدة مع بعض الرب الـ PTSD لذلك يجب التعامل معه بعدة أساليب سواء أساليب دعم نفسي سواء علاج معرفي سلوكي سواء علاج EMDR وقد نضطر في ألعابه الأحيان إذا شعرنا أنه الحالة صعبة أنه نداخل دوائياً على هذا الأسير أو المعتقل نعم دكتور بقي لدي دقيقة واحدة فقط في البرنامج لدي سؤالين أريد أن تقول لي باختصار هل يمكن شفاء هذه الحالات وأن تعود للمجتمع الطبيعية؟ ماذا لو بقيت هذه الحالات في المجتمع بدون علاج؟ سؤالين أريد باختصار أن تجبن عليه الواقع لا أستطيع أن أجزم بأن جميع الحالات يتم شفاءها يعني في كثير من الحالات يتم شفاءها ولكن في حالات ما يتم شفاءها ونحن بنسميها الجروح العميقة يعني الجروح النفسية أما إذا ما تم علاجها الواقع الدراسات بتحكي أنه كثير من الأسرة والمعتقلين بيجنحوا للمخدرات وبيلجأوا للمخدرات والكحول حتى ينسوا هذه المحنة التي مروا فيها وللأسف لا توجد دراسات كافية عن تعاطي المخدرات والكحول عن هالأشخاص اللي اتعرضوا للتعذيب نحن نتمنى في المستقبل أن تكون في دراسات أكبر وأكثر واحترافية ومهنية عن هذا الشيء حتى نساعد الضحية أو الناجي في أعملية وتسريع الشفاء وطبعا أمنياتنا بأن يكون لدينا خطة وطنية أيضا تخص الوضع السوري في هذا المجال دكتور ويسام انتهى وقتي دكتور أيمان بس اسمح لي آخر شيء أنت ذكرت أنه بالحالة السورية أنا أحب أن أشير لشيء مهم هناك يوم اسمه يوم الأسير الفلسطيني يوم الأسير الفلسطيني لذلك أرجو أن يكون أيضا هناك مثل ما ذكر يوم من سميه يوم الأسير السوري نعم خطة وطنية دكتور لإلاج كل هذه المشاكل وتفنية دكتور ويسام لم يبقى لي إلا أن أودعك وأشكر حضورك معنا شكرا إليك وشكرا لاستضافتك وشكرا للكادر اللي بيشتغل معك وإن شاء الله دوام النجاح والتوفيق لبرنامجك عليك العافية والشكر للمستمعين والمشاهدين وإن شاء الله نكون قدمنا فائدة لشعبنا وبالإضافة للشعوب الأخرى اللي عم تتعرض للتعذيب والأسير عبر أنحاء العالم إن شاء الله متابعين الأكارم ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة